السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنقوله أدى ذلك إلى انتشار الرخاء والعدالة الاجتماعية حتى أن عمال الصدقات كانوا لا يجدون فقراء ليعطاهم الصدقات ما النتاج المترتبة على محاولات الأمويين فتح القسطنطينية تحول الروم إلى الدفاع عن بلدهم بعد أن كانوا يحاربون المسلمين ما النتاج المترتبة على موقع الزاب عام 132 هجريا ترتب عليها هزيمة الأمويين وانتصار العباسيين القضاء على آخر الخلفاء الأمويين مروان ابن محمد مباية عبد الله ابن محمد خليفة للمسلمين إعلام قيام الدولة العباسية ما النتاج المترتبة على إنشاء الأسطول الإسلامي صد هجمات الدولة البيزنطية والانتصار عليها في معركة زعت السواري فتح جزر البحر المتوسط كبروس ورودوس أصبح البحر المتوسط بحيرة إسلامية ما النتاج المترتبة على آمانة التجار وتمسكهم بمبادئ الإسلام السمحة في البيع والشراء أدى ذلك إلى الدخول كثير من الناس في الإسلام ما النتاج المترتبة على الدخول الموالي في الإسلام أصبح لهم حقوق وواجبات لا فرق بينهم وبين العرب اندمجوا في المجتمع الإسلامي تعلموا اللغة العربية وتولوا المناصب العليا في الدولة ساهموا في بناء ونشر الحضار الإسلامي ما النتاج المترتبة على براعة العلماء المسلمين في العلوم الطبيعية أصبحوا منارات أضاءة العالم درست كتبهم في الجامعات الأوروبية قامت على أفكارهم النهضة الأوروبية الحديثة ما النتاج المترتبة على وصول جيش جوهر السقل إلى مصر هزم الإخشيد واستولى على مصر أو هزم الإخشيد واستولى على مصر وسقطت الدولة الإخشيدية زال نفوذ العباسيين عن مصر وأصبحت مصر مركزة للدولة الفاطمية ما النتاج مترتبة على وصول المعيز لدين الله إلى القاهرة أقيمت الاحتفالات ابتهاجا بقدومي أصبحت مصر منذ وصوله مقر للخلافة الفاطمية نتاج مترتبة على انخفاض مياه النيل في عهد الخليفة المستنصر بالله أهملت الزراعة وانتشرت المجاعات والأوبئة اشتدت المعارك بين فرق الجيش مما أضعف البلاد استعانى المستنصر ببدر الجمالي حاكم عكا فأعاد الأمن وحسناء الزراع الحملة الصليبية الأولى نتاج مترتبة على الحملة الصليبية الأولى جل نجحوا في إقامة أربع إمارات صليبية في الشرق هي أرهى بشمال العراق أمطاقية بيت المقدس ترابلوس نتاج مترتبة على معركة حطين انتصل المسلمون على الصليبيين عثى صلاح الدين عن ملك بيت المقدس وأطلق صراحه وقتل أرناط بيده جزاء ما فعله مع الحجاج المسلمين دخل بيت المقدس بعد أن ظل في أيدي الصليبيين حوالي 90 عاما ما النتاج مترتبة على دخول صلاح الدين بيت المقدس بيت المقدس عام 583 هجرية و1187 ميلادين تسامح مع أهل بيت المقدس وعفى عنهم أمن أهل بيت المقدس على أرواحهم ومعمولهم وكانائسهم أعفى الشيوخ الفقراء والأطفال من دفع الجزية ما النتاج المترتبة على وفاة صلاح الدين؟ قسمت دولتها بين إخواته الذين حاولوا أن يحافظوا على وحدة البلاد لصد الخطر الصليبي خاصة بعد أن توجهوا بحملتهم إلى مصر نتاج مترتبة على هجوم التطار على بغداد بقيادة هولاكو أسقطوا الخلافة العباسية خربوا البلاد وقتلوا الآلاف من الرجال والنساء هدموا المساجد وحرقوا الكتب قتلوا الخليفة العباس المستعصم نتاج مترتبة على معركة عنجلوت هزيمة المغول وانتصار المسلمين حماية العالم الإسلامي من خطر التطار عادت الخلافة الإسلامية إلى قوتها قتل كتز وتولى بيبرس الحكم نتاج مترتبة على اكتشاف طريق رأس الرجال الصالح أدى ذلك إلى تحول التجارة إلى الطريق الجديد وتدهور أحوال المماليك الاقتصادية واستلاء العثمانيين على مصر النتاج مترتبة على موقعة الريدانية عام 1517 انتصار العثمانيين على المماليك وأصبحت مصر ولاية عثمانيين وضح معنا النوع الآخر من الأسئلة اللي ممكن يجيني وضح معنا عامل جماعة هو العامل الذي تنازل الحسن ابن علي عن الخلافة لمعاوية حفاظا على دماء المسلمين وجامعا لكلماتهم عامل جماعة الثاني هو عام 73 هجرية الذي نجح فيها عبد الملك ابن مروان في جامع شامل الدولة الإسلامية ثانية تعريب الدووين هو جعل اللغة العربية هي لغة الكتابة في الدووين بلاد ما وراء النهر هي الجمهوريات الإسلامية جنوب روسيا حاليا بلاط الشهداء هي المعركة التي هزم في المسلمين بقيادة عبد الرحمن العفافي من الفرنسيين بقيادة شارل مارت الموالي وهي العناصر غير العربية التي دخلت في الدين الإسلام الخلافة هي رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ديوان الجند يختص بأسماء الجنود وما يخص كل منهم من عطاء ديوان الخراج يختص بجمع درائب الأرض الزراعية والإنفاق منها على موارد الدولة ديوان الرسائل يختص بمراسلات الخليفة إلى الولاة ديوان الصدقات يختص بجمع الزكاة وتوزيحها المحتجين ديوان الجهبزة يختص بأمور أهل الزم ديوان الرسائل يختص بجرائم الأطفال الحزبة وهي وظيفة يقوم صاحبة بإرشاد الناس وتوجيه من السلوك السليم وهي واجبة على كل مسلم الشرطة هم جند يستعين بهم الخليفة أو الوالي لحفظ الأمن والنظام الزكاة مبلغ من المال فرضاه الله على الأغنياء لمساعد الفقراء الخراج ضريبة تفرض على الأرض الزراعية التي فتحها المسلمون أو أخذوها وتقدر قيمتها حسب جودة الأرض الزراعية الجزية مبلغ من المال كان يؤخذ من أهل الزمة أو اليهود والمسيحيين مقابل حمايتهم الركاز ضريبة تؤخذ على كل ما يخرج من باطن الأرض من معادن وذهب وفضة الغنيمة ما يحصل عليه المسلمون من غنائهم في فتحاتهم الإسلامية أهل الزمة هم اليهود والنصارى والذين ظلوا على دينهم بعد الفتح الإسلامي علم الفقه يختص بأحكام العبادات والمعاملات وأشهر فقهاء المسلمين الإمام مالك وأبو حنيفة والشافي وأحمد بن حنبل علم الحديث يختص بتدوين ما ورد عن الرسول الأشهر ورواياته الإمامان البخاري ومسلم علم التفسير يختص ببيان معاني القرآن وأسباب نزول الآيات وأشهر للمفسرين عبدالله بن مسعود وعبدالله بن العباس علم الكراءات يختص بكيفية كراءة القرآن الكريم من أشهر الكراءات كراءة حفص العلوم الاجتماعية تهتم بدراسة الإنسان وتفاعله مع غيره والمكان الذي يعيش فيه العلوم الطبيعية وهي العلوم التي تدرس الزواهر الطبيعية والموارزة وخصائصها المختلفة الشورى هو مبدأ إسلامي يقوم على استشارة أهل العلم والصلاح الحرية الدينية تعطى للفرض الحرية أن يعتنق ما يشاء من الأديان أخشيد لقب أطلق على ملوك بلاد ما وراء المهر ملوك فرغانة ويعني ملك الملوك الصليبيون هو لقب أطلق على الجنود الذين آتوا من أوروبا لغزو العالم الإسلامي والتغزو من الصليب شعراً له المملك هم مجموعة من أجناس مختلفة جلبهم الأيوبيون من أسواق الرقيق وأسر الحروب لتستعنى بهم في الجيش أهم الأعمال تنوع آخر من الأسئلة أهم الأعمال معه يا ابن أبي صفيان أهم أعماله إيه؟ جمع كلمة المسلمين نقل عاصمة الخلافة من الكوف إلى دماشق نظم البريد أدخل نظام الوراثة في الحكم اهتم بالبحرية الإسلامية مؤسط حركة الفتوحات الإسلامية شيدة في عهد مدينة القيروان الوليد ابن عبد الملك اهتم بالعمران فبنى المسجد الأمو بدماشق عاد بناء المسجد النبو بالمدينة حفر الأبار مهاد الطرق وسع الحرم المكي اهتم بالفتوحات الإسلامية عبد الملك ابن مروان تعريب الدووين ضرب العملة الإسلامية أمر بالطنقية القرآن الكريم واصل حركة الفتوحات الإسلامية عمر بن عبد العزيز صيانة المال العام حيث أعاد ما وهب إليه من أموال هو زوجته أنشئ المساجد ومهد الطرق حفر الأبار عمل عنشر الإسلام في البلاد المفتوحة بالقضوة والموعزة الحسن أبو العباس قضى على كل المعارضين له نقل عاصمة الخلافة من الكوفة إلى الكوفة ثم إلى الأنبار جدد الطريق بين مكة والكوفة أبو جعفر المنصور نشر الأمن والأمان في جميع الحال البلاد قضى على الفتن والصورات راقب الولاه وحاسبهم بنى مدينة بغداد واتخذها مركز الخلاف المأمون اهتم بالعلم والعلماء شجع حرق الترجمة قضى على الصورات والفتن في الدول المعتصم اهتم بالجيش من أجل قضى على الصورات التي حدث في عادة حارب الروم وانتصر عليه محمد بن طغج الأخشيد أعاد إلى مصر الأمن والنظام إلى مصر والشام قام بكثير من إصلاحات فتح السنة حول مصر حمل بلاد من الأخطار الخارجية اتخذ مدينة العسكر العاصمة لمصر استقلنا عن الخلافة العباسية المعزز لدين الله تم بنشر الدولة الفاطمية والمسهب الشيعي عمل على تأمين حدود دولتي من الأخطار الخارجية اتسعت الدولة الفاطمية حتى شملت الحجاز والشام صلاح الدين الأيوبي وحد مصر والشام والعراق في دولة واحدة نشر الأمن والأمان في الدولة الإسلامية أنشاء المساجد والمدارس لنشرة عليم الإسلام اهتم بالعلم والعلماء صحح عقيدة الناس من الأعمال المخالفة للدين الملك العادل أخو صلاح الدين وحافظ على وحدة البلاد وتصدى للصلابيين نوع آخر من الأسئلة لما كنت تجيني في مادة الدراسات اكتب ما تشير إليه العبارة أو ضع ما تشير إليه العبارة بين القوسين عندنا التنازل أو تنازل عن الخلافة لمعاوية ابن أبي صفيان مين الحسن ابن علي نقل عاصمة الخلافة من الكوفة إلى دمشق معاوية ابن أبي صفيان خامس خلافاء الدولة الأموية تولى الخلافة عام 65 عبد الملك ابن مروان ادخل نظام الورصة أو أدخل نظام الورصة في الحكم معاوية ابن أبي صفيان يعتبر المؤسس الثاني للدولة الأموية عبد الملك ابن مروان أنشأ مسجد قبة الصخرة في بيت المغدس عبد الملك ابن مروان آخر خلافاء الدولة الأموية مروان ابن محمد فتح بلاد السند فتح بلاد السند محمد ابن القاصر فتح الأندلس طارق بن زياد قادة دعوة للدولة العباسية أبو المسلم الخرصان أول خلفاء الدولة العباسية عبد الله بن محمد تنسب إليه الدولة العباسية العباس بن عبد المطالب أول خلفاء الدولة العباسية أبو العباس نقل عاصمة الخلافة إلى الأنبار أبو العباس المؤسس الحقيقة للدولة العباسية أبو جعفر المنصور فتح مدينة عمورية المعتصم كما بالغاية الخلافة العباسية العثمانيون يختص بأسماء الجنود وما يخص كل منهم من عطاء ديوان الجند يختص بجامع دهراء بالأرض الزراعية ديوان الخراج يختص بمرسلات الخليفة إلى الولاة ديوان الرسائل مبلغ من المال كان يأخذ من الزمة الجزية ضريبة تفرض على بضائع التجار غير المسلمين العشور مؤسس علم الجبر الخوارزمي مؤسس علم البصريات الحسن بن الهيسم تنسب إليه الدولة الطلونية أحمد بن طلون أسست دولة الإخشدية محمد بن الطغش الإخشيدي عاصمة مصف عادة الإخشديين العسكر قائد الفطمين الذي قام بفتح مصر جوهر استقلة قام ببناء مدينة القاهرة جوهر استقل مهد طريق من أفريقيا إلى إسكندرية وحفر الأبار وحفر الأبار المعزل لدين الله اهتم بنشر الدعوة الفطمية والمذب الشيعي المعزل لدين الله أنشأ أدار الحكمة الحاكم بأمر الله حاكم عكا الذي أعاد الأمن لمصر بدر الجمالي مؤسس الدولة الأيوبية صلاح الدين الأيوبي معركة أصبحت مصر بعدها ولاية عثمانية الريدانية مبدأ إسلامي يقوم على استشارة أهل العلم والصلاح والتقوى وفي الأمور السياسية والاقتصادية وغيرها الشورى وأنا أكتفي بهذا القادر في فيديو النهاردة ونكمل إن شاء الله في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته